السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاته البنات مرحبا بكم كامل غاليتي اللي ادخلتوا القناتي قولكم اهلا وسهلا بكم نورتوني فصفتنا الرائعة النهار اليوم صلوا وسلموا كامل على رسول الله غاليتي اذا اول مرة الدخل القناتي يقولك مرحبا وسهلا بك حبيبتي نورتيني الدار دارك واللي مولفين معايا نقولكم ربي يسعدكم يفرحكم يهنيكم ونفرحيني دايما بتعليقاتكم بليجان بتحكم ربي يفرحكم انشاء الله في الدارين يا ربي اي واحدة في قلبها حاجة نقولها روحي انشاء الله ربي يحققها لك اما كنتي ملفة معايا ولا ادخلت جديدة انشاء الله كامل ربي يهنيكم ويسعدكم يعطيكم مشرقكم تمانين نبدو بسم الله غاليتي في وصفتنا اول حاجة هنا عندي 250 قرام تعمار قارين لديكم وصفة رائعة بدون بيض وعطيت لكم بديل البيض الرائع 250 قرام تعمار قارين ضفت عليها رشاة ملح ضفت عليها لفاني نصف كاس تح سكر ناعم وشوية اقل من نصف كاس تحزي تاني وريتلكم هنا رايحة تبين للكم الصورة سهل هاد القط ودير حالة في الانستغرام دلتلكم بطريقة رائعة مبسطة وبنين يعني بنينة رائع عندي هنا زجملاء كبار تحكاوكا ومحمص ومرحي متوسط ملحقة تحكاكا وبوني مور ونخلط كامل المكونات شفتوا المكونات شحل سهلة وبسيطة هنا مازلنا مدرناش بديل البيض وريح نقولكم من اروع ما يكون يعني صح بديل البيض وموجود عندكم كامل اذا حبيتوا تخلطوا بالفوي تقدروا بالخلط الكعربائي ولكن ما تبالغوش في الخلطة دلوسة ما تسحقش خلط خفيف بزاف ظل البناتنا خلط كامل مكونات مع بعضهم البعض انا بركضت الكوكاو كان فيه حبيبات والكاكاو يعني اني نحس بيهم تحت يدير اني نعب بزمكة بش يذوبوا الكوكاو اكيد يكون محمص مليح او مرحي متوسط انا نضيف بديل البيض بديل البيض رح يكون زوج ملاحق كبار تحليب يكونوا البنات باردين يجبدوهم الفريجيدر وحطوهم هذه اذا كنتوا يعني في فصل الصيف ديرو الحليب يكون بارد اذا كنتوا في فصل الصيف اذا كنتوا في فصل اشتاء ديروه دافي عادي ولا بدرجة حرارة الغرفة المهم يكون شو مجبوض من الفريجيدر على حسب الفصل اللي تكونوا فيه مام المارغارين لبناتا مام المارغارين في الصيف باش متكون شو مزيته حطوها شوية تبردوا ما تخدموا بيها نبدأ نجمع بالفارينة نديزوك كيسان الوالة تاع الفارينة نبدأ نجمع نزيد نجيب الكاس الثالث تاع الفارينة ثاني نحطو كامل ستقوني لبناتا تبنيين منين 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 رائع ويقطع كمية ما شاء الله يعني يقطع كمية رائعة وذوق رائع مميز هذه القطع نضيف رشة خميرة الحلويات نضيف رشة خميرة الحلويات نمذlide اصحابة نضيف رشة خميرة الحلويات رشة خُرم اخترت هذا المولع جبني المولتع السيليكون اي مولتع حديد اي مولتع حديد اي مولتع سيليكون سوف تخدموا فيه ناجح مليون في المياه اخذوا كميات العجين لا نبسوا الاطراف اي مولتع السيليكون نعمره عادي ندلو الوثق بصغير في الوسط شفتوا طريقة شحل سهلة ها لا هاكذا ونا دائما نقول لكم كين نبدأ نوجد في الوصفة نسخن الفرن على 180 درجة نخليه يسخن المليح ندخل هذا المول نحطه فيه سنيوة عادي جدا وندخله للفرن ما نقلبه على الجهة ماولو نحطه كما راني نخدم فيه كما نحطه في السنيوة في نص الطياب اللي منه تفتحوا الفور اذا صبتوا هذك ثق في الوسط تعمر رايحين تعاودوا تديروه بصباحكم هاكا ولب اي حاجة وتخلوه لبنات يكمل طيابه بالنسبة للتزين عندي كأس الا ربع تعنوات كوكو حطيتوا فيه مقلع لنار قليلة وخليته تحمر غير نحيته من الفرن عفوا غير نحيته اي من فوق الفرن يعني فرن كيف كيف انا المهم حمسته في المقلع قدرت له ملعقة كبيرة على كاكاو بوني مور وملعقة كبيرة على السكر ناعم انا راه سخون ما رانيش رايحا نقدر نمسوا بيدي غير يبرد شوية بسوه كما نبسوا المقرض بشاذك الكاكاو يدخلوه هذيك السكر ناعم تانيت هاولي كيفاش يرجعلي بعدما بسستو بيدي وخليه يبرد لي مليح هاوليك بعدما برد رايحا نضيف له مئة قرام تا شوكولا بالحليب رايحا نسكرفجها البنات شح تكون نتيجة اما بعده كيتاكلوه مازيج بين نواد كوكو والكاكاو والشوكولا ذوق رائع ومتبليش كاميرا ذيك الشوكولا نحس بذوق تحها فقط واتزيد لي في التزيين اكيد رايحا نكمن نسكرفجها ولكعطو تعنا طابو بردها وليك فهلا شوفوا البنات رايحا نزينو بكريمة البندق من كالشي ما تعرفهاش بدي الكريمة البندق هي ذوق تحها مميز ولكن تقدروا تديروا شوكولاة الطلي اللي ما عندهاش كريمة البندق ولا تقدروا البنات شوكولاة عادية تقدروا تدوبوها تبدو تزيدوا لها الحليب حتى تتحصلوا على كريمة تخلطوها شوية بالبراميكسر ومن بعد يعني رايحين تخدموا بها عادي أنا لبنات هنا عمرت زوج حبات رايحا نحط واحدة على واحدة فقط واحدة فيهم شفتوني درت لها مع الأطرف كريمة البندق باش تلسق لي ما تجينيش لحبة تزغط مبلاستها وهنا تانيت من فوق أنا درت كريمة البندق بسكنت عندي إذا ما عندكمش وحبيتوا يعني الوصفة تكون اقتصادي أكثر تقدروا تمسحوها بالعسل بالمعجون من فوق لكم الاختيار ونجي نرمدها في هذاك الخالط هنا اللي بنات نزيد نعاود للكم حاجة واحدة أخرى كنت ديجا ذكرتها لكم ولكن نعاودها لكم للتأكيد لكي تسكرفجوا الشوكولة بلكوا تسكرفجوها فوق نواة كوكو تكون سخونة نزيد نعاود لكم حبة واحدة أخرى فوالة البنات ندير لهم الحشو ما تبالغوش بزاف كي تحشوهم بش ما يجوش حلوين بزاف و يقهموا نديروا كمية صغيرة كلمة البندق من فوق نمسحها بالبانسو كامل و نعاود نديرها في هذه الترميدة اللي كنت وجدتها قبل نزيد نزيد من فوق ما تحبه احبتوا تزيدوا رشخ في فتح كاكا و بني حبيتوا تديروا يعني اي حاجة لكم الاختيار خطوط بالشوكولة كما تحبوا هذا هو الشكل نهائي شوفوا المنظر التحى ما شاء الله و تبارك الرحمن من أرواح ما يكون ستقوني ذوق الشكل و بنا كما نزيد عادرت لها ورود صغر بعد جينة السكر لنقصر هذا كل و شوفوا الشكل تحى كيفه شجي من أرواح ما يكون يجب أن نقسم لكم حبة و تشوفوا كيف يجي لداخل باينة يعني كريمة البندق مع هدوك المكونات مره مره نستهلوا قطو يكون بنين يكون رائع كما هذا والا البنات شوفوا القطو كيف يجي القطو رائع يجي هالي عنده كشكل من أروع ما يكون ما تقولوا ليش يعني راح يجي كي الغريبية نقولكم ماذاك الحليب أو راح يخدم من البديل تعالب شوفوا كيف يجي لك عرائع البنات عرائع مكن زيت نقسم لكم بس تأكدوا هذه العجينة كيف يجي تحبل من أروع ما يكون ونهن غاليتي نقولكم إلي وصلتي لهذه المرحلة من الفيديو إن شاء الله هربي يوصلك لأي مرحلة رك يحبتها في حياتك قلوا آمين يا ربي عكا باش نعرفكم بلي وصلتوا لهذه المرحلة حطوا الإجاب اشتراك في القناة برتجي الوصفة مع العائلة والأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالوا بركاته غاليتي ما تنسوش باش تجربوا الوصفة وتبرتجيها مع العائلة والأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي السلام عليكم ورحمة الله تعالوا بركاته غاليتي في فيديو جاي إن شاء الله